أنا عايز أقول لك حاجة يا محمد مهمة جداً في المسألة دي الدرر مش هيصيب المنطقة الوحيدة بس ولا الإقليم ده الدرر سيلحق بالمجتمع الدولي نفسه العالم كله هيتأثر بهذه الحرب أنا باصس إلى مرحلة إن إحساسك بالعجز كشاب عربي في أي مكان في أي دولة وإلخذه وعايز تعمل أجل إيه اللي حتعمله؟ ما هو خوفي كله من القادم نعم لأ بس أنا شايف رؤية مختلفة شوية أنا شايف أنه دي فرصة للأمة العربية الآن بالوقت دي فرصة ذهبية من وجهة نظر الشخصية فرصة ذهبية للأمة العربية كفاية بقى تراخي بقى كفاية بقى شغل من كل واحد منفرداً لوحده كده يعني كفاية التخاذل هو في تخاذل أوه في تخاذل أنتوا شايفين مصر وقفة إزاي بالدور الكبير بتاعها لا أقفوا بقى جنب مصر بقى في هذه ده فرصة ذهبية فرصة ذهبية لسيدي احنا مش عايزين نقف جنب مصر مش عايزين نقف جنب بعض جنب بعض هذه فرصة ذهبية للضغط على المجتمع الدولي دي فرصة ذهبية مفروض ما تمرش مرور الكرام هذه فرصة ذهبية للأمة العربية أن زي ما حضرتك بتقول نقف جنب بعض على الأقل ما بلاش الشغل بقى المنفرد بقى بلاش الشغل المنفرد الشغل المنفرد ده على فكرة اذا كان حد من الدول اي دولة عربية ايا كان حجمها متخيلة او متصورة ان هي مش هيطولها ضرر تبقى مقطئة على فكرة بالعكس ده ده فرصة ذهبية ان نقف جنب بعض الان ده فرصة ده ممكن نضغط بها على العالم كله على فكرة وعلى الان ونحل جزء من القضية الفلسطينية ونحل جزء من القضية الفلسطينية او على الاقل بدء استئناف المفاوضات ونشوف ازاي نفع الحل الدولتين واقامت الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 واقامت الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وننفع على الشرعية الدولية والقرارات والمواثق الدولية والمعاهدات اللي تمت في هذا الاطار وبالتالي ده فرصة ذهبية للامة العربية زي ما حصل في المجتمع الدولي انا من وجهة نظري شايف ان بدأ المجتمع الدولي يغير شوية في تغيير التغيير ده طب انت يا ام عربية فين من الموقف ده ما هي مصر الصلبة اللي عندها رؤية وعندها وضيهة نظر ثاقبة وشايفة المشهد كويس العالم كله دلوقتي واقف مع مصر مش واقف معها يعني متفقين لا بيستجيب للرؤية المصرية لان الرؤية المصرية بتقول ايه بتقول انا بمدي ايدي بالسلام بالسلام وايه كمان وانا عايزة حقوق مشروعة وبتقول ايه ارحموا الشعب اللي بيوباد ده كل يوم احنا المفروض دي فرصة ذهبية للامة العربية وبعدوا عن ارضي وبعدوا عن ارضي دي اساسي دي ما فيش فايا كلام هي خلصت كده خلاص خلاص خلصت بيان الصفارة الامريكية اليوم انهى الموضوع تماما وده بصراحة يعني تحية تحية للدولة المصرية تحية للقيادة السياسية الصلبة في مثل هذه الامور يعني دي مسألة ما فيش فايا كلام يعني تعليق اخير قل لي قل لي تعليق اخير على توقعك في الايام القادمة انا كنت عايزة اتكلم على حاجة مهمة جدا اوي في المسألة دي هي مسألة دعوات المقاطعات اللي شغالة دلوقتي عايزين نقاطع عايزين نقاطع عايزين نفرق اوي بين حاجات مهمة جدا انا ماشي اقاطع في حاجات وحاجات لا انا لازم وانا بدعو يعني انا دي دعوات منتشرة على الفيسبوك والسوشيال ميديا نقاطع ونقاطع ونقاطع خلي بالكم اوعي تعملوا حاجة تأثر علينا احنا اوعي تعملوا حاجة تخرب بيوت المصرين انفسهم وان في دلوقتي دي سياسة اسرائيلية برضو امريكية وغيرها وغيرها هو بتضربك من تحت لتحت بحاجات كتيرة جدا انا مش بقول ايه امتع يعني ما بدعوش لكده لا انا المنتج اسرائيلي طيب انا خلي بالي منه مثلا ده اقاطع له وهاثر على اقتصاده وماشي لكن انا اقاطع اضرب نفسي بنفسي عايزين نبقى حذرين من هذه المسألة لازم ناخد الحذر اوي 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 انا عندنا شركات وعندنا حاجات فيها اعمالة مصرية كبيرة جدا جدا انا ماخربش بيتي بايدي لازم اكون حذر اوي في هذه المسألة